السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وردني السؤال عن تدريب الأعداد الكبيرة والسؤال منطق يقول في فترات التهضير نذهب إلى الساحة ومعنا أعداد كبيرة من اللاعبين من الفريق الأصلي والاحتياط ولاعبين آخرين يأتون للاختبار أو نأتي بهم نحن للاختبار فيكون العدد أدنى كبير فكيف يمكن أن نجمع كل هؤلاء اللاعبين في واحدة تدريبية واحدة أو تدريب واحد هذا التمرين بلاعبين يعني تقريبا يعني وضع أربعة 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 فعندي ثلاث ثمانية بثمانية رثمانية أربعة وعشرين وعندي ثنين ثاندين بكل ثمانية وعشرين ومدربين وساحة مقسمة إلى ثلاث أقسام بكل ساحة يدعون أربعة بدل أربعة وكل فريق يحاول أن يستلم من المدرب كمدافع الآن هذا الفريق الدائرة يحاول يوصل إلى لاعبي الوسط ولاعبي الوسط يحاولون يوصلوا المهاجمين المهاجمين يحاولون يوصلوا إلى زملائهم الساندين بنهاية الساحة ثم يستلمون منهم ويعكسون نقل الكرة إلى منطقة الوسط الوسط إلى هؤلاء وهؤلاء من تأتيهم الكرة يعملون العكس الآن كما فعلوا في المرة الأولى إذن كرة تنتقل من المدافعين للاعبي الوسط بالمهاجمين للساندين الساندين يرجعوها كلها تحت الضغط حاولون يرجعوها للمهاجمين المهاجمين يحاولون يعكسون الحركة للاعبي الوسط للمدافعين المدافعين الآن يرجعون كما بدوا من المدافعين للاعبي الوسط للاعبي الوسط للمهاجمين مهاجمين للساندين وهكذا نفس الشيء يعمل بفريق المرون هذا يسمونه نقل الكرة من نهاية إلى نهاية وتمارين جيدة ممتازة وبها كل كرة القدم تقريباً يعني باتجاههم تلعب وبكرة واحدة وبمجموعة كبيرة من اللاعبين يعني هذا العدد 24 اللاعب جيد جداً بدل أن يجلسون اللاعبين احتياط ولاعبين ينتظرون وكذا أضع الوحدة التدريبية في مساحات منافسة مناسبة للأربعة والدربعة يعني ياريت تكون هاي أربعين ياردة زين اللي عليها المدردين المجهزين وهي تكون ستين ياردة هاي منطقة الوسط تكون يعني إذا كانت عشرين ياردة هاي تكون خمسة عشر ياردة وخمسة عشر ياردة مناطق القريبة على اللاعبين الساندين ويستبرل المدرب بالتدريب هو واحدة من أنواع التدريبات التي تشمل عدد كبير من اللاعبين في مناطق واحدة احنا نقدر نضع حالي الفعالية في ساحة كاملة زين نقسم الساحة الكاملة ثلاثة أجزاء ونضع اللاعبين الساندين على مناطق الجزاء هما والمدربين ونعملها في كل الساحة فيكون عدي مساحة كبيرة وساحة كاملة لكن لا يوجد خلاص مرمى لا يوجد شوتينج لا يوجد التمرين هو عبارة عن نقل الكرة من نهاية إلى نهاية ممتاز لا تحير بالتدريب من ان تحفظك الفعالاء ليازمة الزواج ليازمة لأنها يصبح لديك 6x6x18 لاعب و 2x2x22 لاعب تستطيع أن تضع اللاعبين بطريقة تحقق لك أهداف اللعب مثل اللاعب الذي يلعب الكرة من الوسط إلى المهاجمين يذهب لهاجم مع المهاجمين يسعون خمسة ضد أربعة أو اللاعب من المهاجم الذي يعيد الكرة للوسط يروح للوسط حشان يصير خمسة ضد أربعة وهكذا هذه المتغيرات مهمة هذه المتغيرات أساس التدريب في كرة القدر الآن المنفق المولى تحية لأخي الجزائري المتابع جيد كثير الأسئلة هذا نوع من المال يسمى التدريب أعداد كبيرة في مناطق محللها صلى الله وعلى سيدي رسول الله دائماً وأبداً اذكروا المقاومة في الصينية ادعو لها من الصمود إن شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة